السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اليوم معنا لما سنقدم لكم مسالة تايلوندية تيسميها بيف تاي سالد التي تكون جميلة إما تقدمها للغضاء أو للعشاء أو تكون حتى في لنش بوكس اللي ولدت الصغار والكبار كذلك قبل ما نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير إلى مدر توسكرايب تنسيكم بخير ودعمونا في القناة شكرا لكم بزيف هنا على بركة الله سنحتاجوا استاك استاك يكون بالعظم أحسن سنحتاجوا قليلة البزار وقليلة سكر بلوم شوكرايب سكر من النخل وصلصة السامك سكر تتعاوض بسكر البني أو الكاسوناد وقليلة السكر العادي سكر سكر العادي في مهج للحيما أو الكبار سكر المغيناد ونقوم بالضغط السكر سكر المغيناد حيما أو السكاة سكر المغيناد ساعتين ساعتين ديلا مغيناد ولا ساعة لحسب الوقت اللي عندكم اللي كافي خدمت مقيلة سخدت هادا شفاوحد شوي دسيت وغادي نبدأ نحمر في ستاك اللي عندي من الأفضل أن هاد ستاك اللي توفر عندي اليوم شوية رقيق من الأفضل ستاك يكون شوية عريض ساعتين منظر طياب يكون محمار من الجنب ولكن لا يكون طيب كثير من الداخل يعني وكل واحد على حسب الطيب ديلا وكذلك يبغي يكون طيب كامل يعني حتى من الداخل ما تيكون شاية الحمورية ديلا الحم تيكون طيب مزيان كل واحد والدوق ديلا هنا سنقلبه على الجنب كل جنب خمسة دقائق قد يتحمر في حال هكا ونحيده على الجنب وما غاديش نقطعها هذه الساعة سنخليه يتربوزة حتى نوجد سنقلبه على الجنب الشلادة يعني الورقة الشلادة الخوص والتخربيق اللي غادي يكون معها هنا لبراكس اللاف الشلادة غاديش نحتاجوا الورقة الشلادة إما يكون عندنا الخوص عندنا البيبي سبيناتش وما اللي بيبي ديلا يزي بيناه هادي نحتاجوا الخيار ما طيشه إما تكون عندكم السوغيز ولا تكون عندكم ما طيشه عادية هنا تسمحوا لي البصلة حمرة هنا في هاد الشلادة تايلون ديلا ما تيستعملوش فيها المعدنوس تيستعملو القصبر فراش وريقة ديال النعنع شوية السكر شوية ديال الكوكا ومهرمش ولالكوكا ومحمر وحد ريس ديال التومة وحد فليفلة حراقية الليمون خضر هادي نحتاج اللي بزار الملحة زيت نباتية وما تستعملو زيت نباتية ما تستعملو زيت العود في هاد الشلادة وصلصة السامك هنا هادي نضق في المهريز هادي ناخده هادي ندير شوية الكاسوناد و هاد البلام شوغر مناطق المح Luهج ديال يتينرك ثماء ثماء واحدر مخشف Ook Сoudani و احتاج السشر بأن الساذاني لديه غيم حارة هادي السودانية تايلوندية delivers delivery سوف نضيف الخالد في المهرز سوف نضيف ليمون الخضر سوف نضيف يلزيت نباتية سوف نضيف سلسط السمك سوف نضيف لبزار سوف نضيف سوف نضيف و نضيف سوف نضيف القياس الملوحية و الحرور سوف نضيف سوف نضيف حمض سوف نضيف الحمض سوف نضيف ستك سوف نقطع شرائح سوف نضيف سقطع شرائح سوف نضيف سوف نضيف سناول سوريا كافة القصبار ورقاء هذه الخباق هذه الخباق في سجل الميات الماضية ننخلص أكثر ونضيف الباقي نظيف كم لديكم وضيف جميلة تضيف كم لدينا وضيفت الملجينة ونضيف كم لدينا ثم نضيف الجميلة وصلت بالجميع يجب أن نضيفه نضيف الكوكوم ونتقضون المباشر محمر هذه لدينا جميلة شكرا لكم المتابعة انتمنكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وما تنسى واشتشاركوا القناة ديالي مع صحابكم وحبكم والسلام عليكم في وصفة قادمة ان شاء الله بحول الله في امان الله